ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء وبحضوري سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس ترأس الاجتماع الأسبوعية للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس اعتمد المجلس التنفيذي رسوم خدمات هيئة الشارقة الصحية والتي تعزز من سير الأعمال في القطاع الصحي وتوفر بيئة محفزة من خلال أفضل الخدمات والإجراءات وتعمل الهيئة وفق خطط مدروسة لاستقطاب أفضل المستشفيات والشركات والاستثمارات في القطاع الصحي بما ينعكس على مستوى الرعاية الصحية كما اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين مجلس الشارقة للتعليم والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي اليونسكو والتي تأتي ضمن إطار حرص الجهتين لدعم أسر التعاون وتنفيذ الفعاليات المشتركة والأنشطة الخاصة بالتعليم والرغبة في توحيد الجهود التربوية المشتركة وتهدف المذكرة إلى الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية للإمارة والاستفادة من الخبرات المشتركة بين الطرفين في تحقيق الأهداف الاستراتيجية واطلع المجلس على رد دائرة التنمية الاقتصادية حول توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مناقشة سياسة الدائرة وتضمن الرد التوصيات التي عملت الدائرة على تنفيذها ختاما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثامنة عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الخميس الثالث من يونيو لعام 2021 والمتضمنة مناقشة سياسة دائرة تسجيل العقاري في إمارة الشارقة